شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من أمام مقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة صفاف عشرين مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين لخدمة محافظة طيال اسكندرية ومطروح يأتي ذلك في إطار تكلفات الرئيس عبد الفتاح السي سي بي التوسع في وسائل تقديم الخدمات الحكومية تيسيرا على المواطنين خلال تفقده المراكز المتنقلة أكد مدبولي أن هذه المراكز تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والإسراع في تحويل القطاع الحكومي إلى كيان قائم على تكنولوجيا التحول الرقمي والإجراءات المميكنة ووجه مدبولي بتصميم حملة إعلامية موسعة للترويج لهذه المراكز المتنقلة وذلك لتعريف المواطن المصري بأهميتها اشتركوا في القناة